شرط جديد تم إضافته في شروط منحة البطالة وبسببه تم إقصاء الكثير من المستفيدين السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد دائما مع مستجدات منحة البطالة 2023 شرط جديد يدخل حيز التنفيذ في قانون شروط منحة البطالة لسنة 2023 شرط جديد بسببه أدى إلى إقصاء الكثير والكثير من المستفيدين من منحة البطالة لكي لا نطيل عليكم الفيديو أترككم لتتعرفون على هذا الشرط يجب على كل مستفيد أن لا يمتلك أي مركبة من أي صنف من الصنف 1 إلى غير صنف 8 ومهما تكون نوع الصنف المركبة سواء كانت صيارة أو شاحنة أو دراجة نارية كل هذه الأصناف التي ذكرناها سابقا إذا كان المستفيد من منحة البطالة يمتلك بطاقة رمادية لأي نوع من المركبة أو أي صنف من المركبة على سبيل المثال إذا كان يحوز على سيارة وكان يمتلك بطاقة رمادية أو إذا كان يمتلك دراجة نارية وكانت له بطاقة رمادية خاصة به فهنا سيقصى من منحة البطالة إذا كان يستفيد منها سابقا نهائيا وللأبد ونفس الشيء بالنسبة للذي سوف يستفيد من منحة البطالة لأول مرة إذا تم قبوله في منصة منحة البطالة فهنا يجب عليه فورا إيقاف أو عدم التجيل في منحة البطالة لأن هذا الشرط شرط جديد تم إضافته في التعهد الجديد الذي تقومون بالإمضاء عليه في الوكالة الوطنية لتشغيل أما ملاحظة صغيرة وتنبيه جديد بالنسبة للمستفيدين من منحة البطالة الذين يتقاضون من منحة البطالة وتملكون سيارة أو دراجة نارية ففي هذه الحالة لديكم اختيارين إما الذهاب إلى الوكالة الوطنية لتشغيل لنام والإبلاغ بإيقاف منحة البطالة فورا أو الخيار الثاني وهو بيع المركبة أو بيع الدراجة النارية أو إرجاع المركبة والدراجة النارية باسم شخص آخر سواء باسم أخوك أو أبوك أو الأم أو الزوجة وهنا تستتوقف منك منحة البطالة في حين تعرف على أنك تمتلك كل هذه سواء مركبة أو دراجة نارية وفي هذه اللحظة سوف تعاقب لأنك أمضيت على التعهد تحذير لآخر مرة لكل المستفيدين من منحة البطالة والمستفيدين الجدد المقبلين على منحة البطالة والذين تم قبولهم في نصف منصة منحة البطالة عند التحاقكم إلى الوكالة الوطنية لتشغيل لانيم حذاري ثم حذاري الإمضاء على التعهد إذا كنت تمتلك سيارة أو دراجة نارية أو أي نوع من المركبة لأنه في هذه الحادة إذا قمت بالإمضاء على هذا التعهد ففي هذه اللحظة سوف تعاقب عقابا من طرف الدولة الدولة وسوفت إلى المحاكم والقضاة وهذا لاسترجاع كل الحقوق كان هذا آخر تطورات وتفاصيل لمنحة البطالة سوف نوفيكم بكل مستجدات جديدة في الساعات والأيام القادمة إن شاء الله فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب